السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سوف نتحدث عن مرض التفحم العادي في الزورة الشامية يحدث المرض نتيجة الإصابة بالفطر يستلاق ميدس يصيب الفطر جميع أجزاء النبات خاصة الأنسجة الحديثة مثل البراعم والأزهار وعند إصابة هذه الأجزاء يحدث فيها تهيوجا موضعيا ينتج عنه زيادة في عدد وحجم الخلايا فتتكون عليها أورام أو انتفاخات تكون في بداية تكوينها عبارة عن كتلة من ميسليم الفطر مختلطة بنسيق العائل ثم تتحول في النهاية إلى كتلة جرسومية سوداء اللون تحتوي على عدد كبير من جرسيم الفطر في البداية تكون الأورام أو الانتفاخات ذات لون أبيض فضي ومغطى بغشاء سميك جلد القوام حيث تكون الجرسيم غير ناضجة وبتقدم الإصابة تتحول التضرونات إلى اللون الرمادي الداكن وبتقدم المرض ونضج الجرسيم يقل سمك الغشاء تدريجيا حتى ينفجر وتظهر الجرسيم على هيئة مسحوق أسود اللون وللوقاية من المرض ومكافحته يوصى بالإجراءات التالية واحد التخلص من مخلفات الزورة الشامية للمحاصيل السابقة اثنين زراعة الأصناف أو الهجن المقاومة للإصابة ثلاثة معاملة البذور قبل الزراعة بأحد المطهرات الفطرية الموصى بها أربعة تجنب إحداث الجروح على النبات خلال العمليات الزراعية حيث تشكل الجروح مداخل جيدة للفطر خمسة جمع أكياس التفحم قبل تمزوقها لمنع انتشار الجرسيم منها والتخلص منها بالحرق أو بالدفن في الأرض ستة اقتلاع النباتات المصابة والتخلص منها للحد من انتشار المرض وشكرا